أهلا بكم لمجزد أهم الأنباء يأتيكم من قناة السابعة بداية استقبل زوال اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حيث أقام الملك مأدبة غذاء لتكريم الرئيس تبون حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية للتذكير ستستمر هذه الزيارة ثلاثة أيام يجري من خلالها طرفين محادثات تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفي موضوع آخر أفد المنسق الوطنين مجلس أساددة التعليم العالي كناس عبد الحافظ ميلاط على ضرورة فتح باب الحوار والتشاور مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور باعتباره أول وزير تعليم عالي في جمهورية الجزائر الجديدة والتي يجب أن تكون في مستوى التحديات وكذا في مستوى تطلعات الشعب وخطاب رئيس الجمهورية خلال رده على أسئلة النواب اليوم الخميس بالمجلس الشعب الوطني أعلن وزير السكان كمان ناصري عن البدء في إنجاز 185 وحدة سكانية بمختلف السياغ بالعاصمة في حين أن انطلاق عملية تسليم شهادة التخصيص لفائدة سكانات عدل ستكون في الأيام القليلة القادمة صرح وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زماتي خلال رده على استفسارة النواب اليوم بالمجلس الشعب الوطني أن المؤسسات العقابية تقوم بدراسة أهل محبوسين للتقرب من عائلاتهم وهذا بتجهيز مؤسسات العقابية بمخادع وتجهيزات هاتفية لتمكن المحبوسين من التواصل مع عائلاتهم والإطلاع على أخبارهم بدلا من التنقل إليهم أبدى وزير الشباب رياضة سيد علي خالدي استهجانه ورفضه لتصرف رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف الغير أخلاقي والغير مسؤول إثر وقوف هذا الأخير لتحية العالم الصهيوني أثناء عزف النشيد له خلال فعاليات بطولة نيجيدو بالعاصمة الفرنسية باريس معتبرا أن هذا التصرف لا يعكس سياسة الدولة الجزائرية ولا مبادئ الشعب الجزائري تجاه القضية الفلسطينية بل يمثله هو شخصيا فقط نهاية الموجز إلى اللقاء